علنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية حالة التأهد تحسبا للعاصفة الاستوائية البيرتو التي يرتقب وانتصل إلى اليابسة غدا الخميس وقالت مصادر رسمية إن العاصفة ستكون الأولى من نوعها خلال موسم 2024 في المحيط الأطلسي ويرتقب وانتصل إلى اليابسة فجر الخميس شمال شرق البلاد ومع اقترابها إلى اليابسة تسببت العاصفة في أنطار غزيرة في عدد من الولايات المكسيكية